بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا وسندنا ومولانا وشفيعنا رسول الله في مبدأ كل أمر ومنتهى إن من أهم ما ينبغي أن يحرص عليه المسلم هو سلامة القلب لأنه لا غلّة ولا حقدّة ولا حسد مع البناء فكيف يتلذّذ الإنسان بمناجاة ربه وقلبه مملوء بالحقد والحسد وكيف يبني الحضارات وقلبه غير سليم إن بناء الحضارات يحتاج إلى قلوب سليمة ونفوس صافية وأرواح تمتلئ بالفروسية وعلى الإنسان أن يحاول بكل جهد وبكل ما أوتيه من قوة أن يسلم قلبه وأن يكون صاحب قلب سليم لأن المولى تبارك وتعالى يحب أصحاب القلوب السليمة وقد كان من دعاء سيدنا إبراهيم عليه السلام ولا تخزيني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه ولا يدخل الجنة حتى يأمن جاره بوائقه إذن على الإنسان أن يحرص على حقوق الناس ولن يتأتى له ذلك إلا بالقلب السليم الذي يمتلئ بحب الخير للغير ولا يكره أحد ولا يبغض أحد إلا في الله أو لله إذا فعل فعلا مشينا أو خارجا عن إطار العقيدة والدين بناء الأوطان يحتاج إلى قلوب سليمة صاحبة همة لإدراك المهمة الإنسان صاحب الهمة يدرك المهمة ويعي أن الله تعالى خلقه في هذه الدنيا ليكون بقلب يسلمه من الآفات ومن الشرور ومن الضغاء ومن الأمراء القلوب السليمة كانت لأهل الجنة قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين ولنا في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة والقدوة حيث أنه عفى عن أهل مكة وفي عفوه عن أهل الطائف كان صلى الله عليه وسلم يملأ قلبه بالسلام وقال اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون وعن سفيان بن لنار قال قلت لأبي بشير وكان من أصحاب علي أخبرنا عن من كان قبلنا وعن أفعالهم قال الرجل كانوا يفعلون قليلا ويؤجرون كثيرا قال قلت ولماذاك قال لسلامة صدورهم سلامة الصدر تنتج الأجر الكثير والوفير لأن الإنسان إذا تمنى الخير للغير ربما يأتيه هذا الخير لأنه قد تمناه لغيره وقد أمرنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن نسعى في هذا الطريق وفي هذا الإطار فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه دائما بسلامة الصدور وقالت السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء إلا وقال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك إذن الله تبارك وتعالى يصرف القلوب ويبدل الأحوال ويغير ولا يتغير فعلينا أن نستمسك بحبله المتين قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون فادعوا الله تعالى أن يثبت قلبك على الطاعة وعلى حب الخير للناس وعلى تمني الخير لكل الناس ولكل العالم وادعوا الله دائما اللهم مصرف عنا الوباء وقنا الشر الداء ونجنا وبلادنا من الوباء وكنا إذا دعونا الله تعالى قلنا اللهم اجعل مصر بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد العالمين وهذا إن دل فإنما يدل على سلامة الصدور أننا لا نكره أحد ولا نبغض أحد وإنما نخاف على أنفسنا ومن لقاء ربنا تبارك وتعالى ونخاف على ديننا وعلى أوطاننا وعلى حياتنا على الإنسان أن يحمي نفسه من نفسه أولا أعني علي فإني عدوي وأنت عليم بكل الخطايا ادعو الله تعالى دائما وأنت في كرب وأنت في هم أن يصرف عنك ما أنت فيه وأن يصرف عن الناس وادعو الله تعالى يا خالق الروح إن الروح متعبة فمن إلهي على المكلوم بالفرج واعلم بأن الله تعالى إذا يسر للناس يسر لك وإذا رزق الناس الخير رزقك أيضا وإنما يأتيك الخير لأنك تتمناه لغيرك اللهم يا عالم السر منا لا تكشف السطر عنا وعافنا وعفو عنا وكلنا حيث كنا يا رب المشعر الحرام ورب الركن والمقام أبلغ حبيبك المصطفى منا ومن أحبابنا ومن ذوينا السلام يا عالما لا يعلم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم